السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد خيال ودرس جديد من دروس برنامج أدوبي انتزاين بدرس النهاردة سأرد على سؤال جاء لفترة الأخيرة إزاي نعمل صور في برنامج الانتزاين في أشكال مختلفة زي الأشكال اللقصاتنا لدي المضاء طبعا بسيط جدا جدا ولكن بما أن في أغلبنا متابعين القناة بالنسبة لهم برنامج الانتزاين من البرامج الحديثة اللي هما يشتغلوا عليها فأنا بهتم شوية ببرنامج الانتزاين وأحب أرد على كل الأسئلة فيه لأنني أحبب أنه ينتشر والناس يتعلمون أكتر طيب مش بس الأشكال دي أنا نتكلم على أشكال كثيرة جدا جدا هاديكم بس الفكرة الموضوع بسيط جدا جدا طبعا هنا طماصط الصور أو معالم الصور للخصصية هنأخذ كمان حاجة زي كده كيف أدخل صورة بالمنظر ده كما أنتم شاهدون نص الصورة داخل الدايرة والنص الثاني أو الجزء الأعلى من الصورة يبقى خارج الدايرة كيف نعمل هذا برنامج الانتزاين دعنا نبتدي من الأشكال كثيرة أشكال بسيطة جدا دعنا نرى شكل كثيرا لأنني أريد أن أعمل شكل كثيرا وضعه فيه الصورة هذا بسيط كما قلنا سأجرام هنا أداة الريكتانجل اختصارها حرف الام وهرسم ريكتانجل بالمنظر ده لو تلاحظ مظهرة هنا عندي بوينت باللون الأصفر أو مربع باللون الأصفر مجرد من أن لا تضغط عليه كليك واحدة سأجد أن الزوايا كلها باللون الأصفر كل ما عليك أن تضغط لجوه تضغط وتسحب لجوه ستجد الشكل بالمنظر ده وزي ما نعرفون ودراسنا الموضوع ده قبل كده فدرس الأشكال في الانتزاين أنني لو ضغطت على شفت بالكيبورد وضغطت على نقطة واحدة بيبتدي يتحكم لي في جزء واحد أو نقطة واحدة بس أنا سأقوم بالمنظر ده عشان أعمل نفس الشكل الأقصادي هنا خليه بس يبقى واخد لون وتعالى هنا ارسم دايرة بالمنظر ده في الجزء ده هنا وإديها لون تاني وليكن لون أبيض أو أي لون آخر مش هتفرق معي وتعالى برضو ناخد منها نسخة ونحطها هنا بالمنظر ده طيب أنا ممكن أسيب الشكل عندي بالمنظر ده بعدما طبعا أعمل للستروك عندي نون لللون بالمنظر ده ولكن طبعا كده أنت مشغال شغل غير احترافي لأن ورد جدا أن الخلفية عندي ما تبقاش باللون الأبيض فبالتالي الدوائر دي هتباد عندي أنا دلوقتي المطلوب مني أن أنا أفرغ الدوائر دي من الشكل ده فأنا عمل سيلكت على جميع الأشكال كده وارح لقائمة ويندو أنا عندي Object واختار Pathfinder بعدما أأتي على تاني أمر عندي أو تاني آيكونة Subtract واضغط كده ألا أن كده خلاص الأشكال دي أو الدوائر دي اتشالت أو اتحذفت وأصبح أن الشكل عندي هنا دلوقتي يبقى شكل متفرغ زي ما انت شايفين كده كان الأول الداير دي موجودة طيب كده أنا انتهيت من الشكل عندي كل ما عليك أن تذهب لقائمة File زي ما احنا متعودين Place اللي هو اختصاره Ctrl D أو Command D وابتدي إختار الصورة اللي أنت عايز تعطها جوة الشكل اللي عندك أي أن كان اي هو الشكل ده بالمنظر ده يبقى كده أنا نفست الشكل ده طبعا مطلوب منك هنا تحط العلامات دي زي ما انت عارف موجودة في التكست أو أي علامات أخرى أي شكل حسب ما انت عايز طيب ده كان أول شكل معنا تعال نشوفه الشكل الثاني الشكل الثاني برضه موضوع وسيط جدا جدا هو جايز انتو اطلخبطه أو احترطه في موضوع النص داير ده طبعا الشكل الأولاني نحن نرسم دايرة عادية جدا أنا بطعت على Shift زائد Alt عشان نحافظ على أبعاد الدايرة أو النسبة والتناسب يبقى أنا عندي دايرة لوانية أنا خلاص كده رسمتها بالمنظر ده هأخذ مننا Ctrl C ويأتي هنا Ctrl V أو Best in Place بحيث تبقى نفس الدائرة في نفس المكان هتكبرها بس شوية كده والدايرة الثانية أنا هعمل لها Stroke يعني Stroke فقط وبدون Fill طبعا ممكن هنا تقلل أو تكبر Stroke حسب ما انت عايز طيب الشكل ده أرسمه ازاي أنا عادية بفضل في أي حاجات فيها رسومات بروح للإستريتور سريعا لأن الإستريتور هو متخصص في الرسم بعدين باخد Copy ونسخ هنا على الإنزاين ولكن شكل هذا ممكن تعمله مباشرة على الإنزاين برضو نروح لقائمة Window Object and Layout وهنا أختار Path Finder ودعنا على الشكل اللي عندي اللي قصدتك ده ويضغط عليه عشان أخليه اسمه Open Path يعني الشكل ده أنا عايزه يبقى مفتوح زي ما شايفين بعد ما ضغطت على الشكل عندي ظهر كده فممكن تيجي على النقطة دي بعد ما عملت على Select ويضغط على مفتاح Delete فمسح لي بالمنظر ده ممكن يجي عند النقطة دي واضغط كده وامسح وامسح برضو دليت ملكي بورد أصبح عندي شكل زي ده ممكن تكتفي بشكل ده زي ممكن تاخده النسخة منه وتعمله rotate بالمنظر ده وتحطه هنا حسب ما انت عايز أو تكتفي بالشكل ده حسب ما انت عايز الموضوع بسيط ونفس الفكرة من هعلم على الدايرة وفايل بلايز ونزل الصورة بتاعي زي ما انت شايفين فأصبح الخلاصة اي شكل تقدر تدخل فيه اي صورة حسب ما انت عايز سواء الشكل ده ترسمه على الانزاين سواء ترسمه على الستريتور حسب ما انت عايز انا ممكن حتى عاجي هنا بعدات البنتول وابتدي ارسم أنا اي شكل انا عايز بالمنظر ده ولياكم كده اهو ده شكل انا رسمت دلوقتي بالبنتول تمام نفس الفكرة control D أو command D وهات برضو اي صورة وحطها جوه الشكل بتاعك طيب ممكن تيجي هنا على Outline وتقبر Outline كده زي ما انت شايفين وتختار اي لون للOutline عندي بالمنظر ده طيب ممكن تيجي وردو كده وتعمل هنا Effect أو Drop Shadow على الشكل بتاعك فده بمنطل بساطة موضوع الاشكال موضوع بسيط جدا زي ما انت شايفين طيب ننجي للحاجة اللي ممكن تكون شوية محتاجة فكرة وهي ازاي اعمل صورة زي ده طيب خلينا نحلل الموضوع ونشوف ازاي بنعمله اول حاجة اللي مطلوب عندي تعال لو امسح الصورة خالص انا مش محتاجة اعمل direct للصورة وعمل direct للصورة بالمنظر ده الشكل عبارة عن دائرة زي ما انت شايفين اي لونها grey اي ان كان ايه اللون مش هتفرق معي ممكن تلاونها اي لون انت عايزه مش فرقة ونفس الفكرة برضو شكل خارجي ولكن واخد فقط لغير stroke من هنا ومعول stroke gradient طيب ايه المطلوب دلوقتي مطلوب نحط الصورة هنا يبقى نصها زي ما قلنا جوه الدائرة ونص الثاني خارج براء الدائرة طيب اهم حاجة الصورة تكون متفرغة مقصوصة تقدر تقص الصورة بالبنتول على الانتزاين ولكن مش شغلته ومش لعبته هياخد منك وعد ومش هيبقى دقيق فدايما انا افضل اي اتعامل مع الصور نروح لبرنامج الفتشوب صورة زي ما عندي دي زي ما ترى هنا في خلفية ورا لأ انا اريد الصورة تكون بدون خلفية لك حرية اختيار قص بالطريقة التي تناسبك ممكن تقص بالبنتول تقص بالكويك سيليكشن تقص بالموضوع الشانل حسب ما انت عايز قص انا اروح لأفضل طريقة او اسرع طريقة بالنسبة دلوقتي انا اعمل كويك سيليكشن واجهي في الفوتشوب الجديد الازهارات الاخيرة تعم select subject موضوع الزكاء الاصطناعي هو يحس بالصورة الوحدة ويبتدي يفصل عن background زي سريع على الصورة وفصل على background سريع عن الصورة مظبوطة لو هناك حاجة تبتدي تقص عليها او تقص ها من اول جديد ليس هذا ما وضعنا النهاردة الاص اهم حاجة ان يفصل للصورة عن background بعد موضوع الصورة background background اضغط على mask بالمنظر اصبح ان دلوقتي انا ما عندي خلفية وده لانا محتاج والخلفية عندي شفافة اهم حاجة عندي احفظ الصورة ازاي ممكن تحفظ ب cd او ان ان تحفظ الصورة bng الصورة عندي انا من الانترنت bng اصبح ان 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 صغطين bcd bng اما تحفظ خلفية شفافة اعمل ctrl s او حفظ الصورة دي عشان يحتفظ بها بعد مقصيت الخلفية هروح للانزاين ثاني اعمل select على الدايرة الجوه قيمة file place اختار الصورة عندي مكان اللي حفظ الصورة بتاع زي ما احنا احنا نتعرف bng اقول open اصبع ان نزل الصورة داخل الدايرة اصبع الصورة فقط لغير اضغط على shift زائد alt من keyboard وابتدي اصغر الصورة او اقبر ها انا لا اصغر بالمنظر لحيث ان الصورة كلها داخل الشكل انا مش اعمل اللي احتاجه اعجز اقبر الصورة شوية بحيث الجزء اللي مختفي ازاي اخلي فوق الشكل عندي موضع بسيط جدا انا للشكل الخارجي بعد اعمل ctrl c او c اعني copy من قائمة edit بعد انا امحدد بالضبط اروح لقائمة edit ثاني اعمل based in place لقيت الصورة نزلت في نفس المكان بالضبط طبعا خارج الشكل انا محتاج ان اقص او الغي الشكل الخارجي او الشكل اللي تحت ده اللي فوق ده انا مفتاح shift من الكيبورد عشان يحافظ على الاستقامة بالجريدينت واسحب من فوق لتحت بالمنظر ده وقديم بالكو لو حسيت ان الكتاب هنا لسه محتاج فاسحب ثاني اطلع فوق كده وابتدي اسحب اطلع فوق وبتدي انزل بالمنظر ده اصبح انه اداني الشكل اللي انا محتاجه لو حللت الموضوع صورتين صورة خارج الدائرة وصورة داخل الدائرة صورة خارج الدائرة انا عملت لها gradient بالمنظر ده اللي هي الصورة دي والصورة التانية مازالت داخل الدائرة عندي بالمنظر ده كان درس سريع النهاردة كان فيه اجابة لسؤال تقرر كتير لفترة الفاتتة بالنسبة للصور داخل الاشكال في برنامج انتظروا انشاء الله الدرس الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته